إن شاء الله كل التوفيير لنادي الأهلي في مباراته بكرة وإن شاء الله ربنا حيكرمنا ونستطيع أن نفوز بثلاثة نقاط أو بأول ثلاثة نقاط في الدوري العام أو في إطار الحفاظ على الدوري العام المصري خلونا نبدأ فقرتنا الأولى وفيها كلامي الحقيقة مهم جدا 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 لأنه الكل بيدرب إشعاعات أي واحد عايز يطلع يتكلم أو أي واحد عايز يطلع يخلي الناس تبص عليه أو تتفرج عليه لازم يدرب إشعاعة في النادي الأهلي عموما خلينا نبدأ فقرتنا الأولى وفقرة حق الصد خلال الساعات السابقة وفي أحد البرامج إشاعة تفهى الإشاعة اللي تفهى إشاعة تفهى لا تستحق الرد هذه الإشاعة كانت عن خناء ما بين محمد الشناوي وما بين إمام عشور أنا هرد على هذا الأمر بحاجة وهقول هكلم بالأسماء بالمناسبة يعني كابتن محمد فاروق واحد من الناس اللي لعبت في النادي الأهلي سابقا بالمناسبة للجيل اللي ما يعرفش كابتن محمد ومحمد كابتن محمد جاب أهداف كتيرة للنادي الأهلي ولصالح النادي الأهلي وعاش وتربى داخل النادي الأهلي واللي بيتكلمه ده مش كلامه اللي بيتكلمه كابتن محمد فاروق ده مش كلامه أستطيع أن أنا أقول لحضراتكم مش أستطيع أنا بأجزم لحضراتكم أن اللي كابتن محمد فاروق طالع يقوله ده هو مش كلامه هو سكريبت جاله العتاب على كابتن محمد أنه هو عارف قط اللبس كويس جدا يدخل النادي الأهلي والعتاب لكابتن محمد فاروق أنه هو مش بيفلتر الكلام اللي بيجيله يعني أنا لو على فكرة أنا لو عندي يعني لو لو أصدق أنا سألت مش هقول لحضراتكم أنا ما سألتش سألت كل الناس يا جماعة هل في حاجة حصلت بهذا الشكل أنا سألت وخليت حد يسأل غيري علشان إيه يبقى الكلام واضح يعني كل الناس أقسمت أن ده لم يحدث أنا عايز أروح لحتة تانية طب حتى لو ضح حصل هو ما حصلش والناس كلها أقسمت أنه هو لم يحدث ولكن حتى لو ضح حصل كابتن الفريق بيعاتب واحد في الفريق إيه المشكلة؟ على الرغم من الكلام اللي تقال من كابتن محمد فاروق اللي هو قاله ومش كلامه احسبها زي ما تحسبها وأنتو عارفين طبعا أنا بتكلم على إيه وعن مين في ناس وراء كابتن محمد بتخليه كابتن محمد غلطان من وجهة نظري كابتن محمد ما ينفعش يتكلم عن النادي الأهلي بهذا الشكل ولكن لما أنا بيجي لي سكريبت هنا في القناة من رئيس التحرير عندي بقعد أشوفوا بعض أقرأ هناك بعض الأمور اللي بتكلم فيها وبتناقش مع زميلي وأصدقائي وأقول لهم لا طب ما هو ده عندنا غيابات صحيح راجعين من السوبر فلازم نتكلم في الأمر ده بالشكل ده يقول لي وجهة نظره وأقول لي وجهة نظري في النهاية بنصل لشكل للسكريبت اللي احنا نتطفق عليه لما بكون في قناة من المفترض أن هي قناة محايدة وأنا راجل اللي عبت في النادي الأهلي لو جي حد قال لي هذا الكلام هقول له لا الكلام ده ما بيحصلش في النادي الأهلي حتى لو حصل إيه المشكلة حتى لو حصل كابتن فريق حتى لو حصل دي مش معناها أنه حصل مش محدش يقول إسلام الشاطر بيقول أنه حصل لا أنا بقول حتى لو حصل إيه المشكلة فيها يعني ولكن الطريقة اللي متقال بيها إن هذا الكلام عاري تماما من الصحة أنا بقى أؤكد لحضراتكم أن هذا الكلام عاري تماما من الصحة وأن كل ما قيل في هذا الأمر وما زال بيقال حتى هذه اللحظة هو كلام عاري تماما من الصحة خدوا بالحضراتكم إحنا لما بنجي نرد بنرد بأدب وبأخلاء النادي الأهلي وبأسلوب النادي الأهلي أنا عمري ما حتطاول على حد ولا عمري حتكلم على حد بشكل كده أو كده بالعكس أنا بقول إن كابتن محمد فاروق ابقى فلطر مع الناس اللي بتجيب لك الأخبار ولما تتكلم معاهم تناقش واسأل أنت عندك أعتقد كابتن محمد أنا بشوفه بيلعب في النادي الأهلي مثلا بيلعب كورة في النادي الأهلي فأعتقد يا كابتن محمد أن أنت عندك أنت كمحمد فاروق بعيدا عن اللي وراك عندك مصدر واثنين وثلاثة وتقدر تعرف وخلي بالك من اللي وراك بيكون لهم أغراض وانت اللي في الوش وعالشاشة فالناس اللي عندها أغراض معروفة الناس اللي عندها أغراض والغرض مرض معروفين أنا بالمناسبة ما كنتش هتكلم في هذا الموضوع ولكن أنا مش بدافع لأن أنا لا أحتاج للدفاع عن هذا الأمر لأنه الأمر ده حاجتين أنا متأكد من واحدة ولو إن هي الأولانية إنه لو إن ده ما حصلش التانية اللي حقولها لحضرتك إنه هو لو حتى حصل كابتن فريق بيوجه لعب عنده إيه المشكلة؟ بيوجه لعب من زميله إيه المشكلة؟ اللعب رد حيتحاسب خلي بالحضراتكم التالتة بقى إن الإمام عشور هيحصل فيه كده كتير الفترة اللي جاية كهرباء زي ما كان بيحصل مع كهرباء الفترة اللي فاتت فمرة تانية دي نصيحة أتمنى إن أنت تاخدها يا كابتن محمد وتشتغل عليها خلال الفترة القادمة الحقيقة دايماً من وجهة نوع بعيداً بقى عن هذا الموضوع الكتب والتدليس ما ينفعش يتم نشره أنا متأكد ما ينفعش يتم نشره أو ترديده وأنا متأكد إن جمهور الأهلي عارف مين اللي أنا بتكلم عنه وعارف مين اللي مقصود لكن أتمنى أن تكون هناك رقابة صارمة وأن تكون هناك رقابة حقيقية على مروج الإشعات ومروج الإشعات يعني مختلق الأخبار الكاذبة يا جماعة أنا لسه عمل حلقة عن الإعلام الرياضي من أسبوع إلى عشر تيام ودخل الأستاذ أحمد موسى ودخل الناس كلها وقالت يا جماعة لازم نتقارب ولازم ولازم إحنا بنرد بمنتهى الاحترام لأن ما يحدث لا يمت بأي حال من الأحوال لميثاق شرف الإعلامي أو المهنية الإعلامية إن شاء الله السبعة عشرة في المية نتكلم عليهم ساعتها أستاذ أحمد موسى في هذا البرنامج في القضية اللي كانت موجودة الاتنين اللي فات السبعة عشرة في المية دول هنقدر نحوط عليهم كده ونقولهم مش هنسمعكم كفاية أخبار كاذبة كفاية شائعات أنا كان رأيي يا كابتن محمد كابتن محمد فاروق يعني الخبر ده لو يعني جالك وإنت مش واثق فيه واللي أنا عرفته إن أنت ما كنتش واثق فيه من مصادري برضو كنت خليته هو يقوله اللي قالهو لك كنت خليته هو يقوله ما هو بيطلع يوم في الأسبوع تقريباً اللي يومين غرفة ملابس النادي الأهلي مكان له خصوصية وغير أي أندية أخر لا يمكن حد يعرف إيه اللي بيحصل وزي ما قلت لحضراتكو ده مش معنى أنه حصل لا والله ولكن أنا بقول لحضرتك إن تقاليد النادي الأهلي تحكم هذه الغرفة وتحكم جميع اللاعبين وأن ترويج الشائعات بيكون دائماً من وحي خيال مؤلفة خلي بالكو الشائعات الفترة القادمة هتكون كثيرة على إمام عشور وعلى كهرباء الحقيقة المرادة إن المؤلف ده أي واحد بيقلف قصص بيكون دائماً فاقد للمصداقية في عمله الإعلامي وبالتالي لعبته دايماً بتكون خسراناً حتى بعض المدلسين طلعوا إشاعة على لسان كابتن شوبير برضو بخصوص فريق النادي الأهلي كابتن أحمد شوبير طلع نفاه بس هنا بقى الوضع مختلف هناك نوع من أنواع البجاحة في التدليس يعني مطلعين إشاعة على كابتن شوبير قال عبر برنامجه إن حصل تغريم لأحد لعبت النادي الأهلي بمبلغ كذا بمبلغ بيت ألف جنيه هو وده مش حقيقي ولا حتى كابتن شوبير قاله في أي برنامج وأنا هنا برشكر كابتن شوبير على مصدقيته وسرعة نفيه لمثل هذه الشائعات هو ده الكلام ودي الآدي المدلسين اللي حضراتكو أو البعض بيحاول إن هو يمشي وراهم وهم دول اللي بيودونا دايماً للسكك اللي حضراتكو عارفينها عموماً خلي بالك من هذه الأمور خلال الفترة القادمة خلال نروح للفقرة الثانية